عرضت مساء أمس سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد نتائج عملية التدقيق الحادية عشر التي قامت بها السلطة حول نوعية خدمات البيانات والصوت التي تقدمها شركات الهواتف النقالة في شات حضر عملية العرض وزير البريد وتكنولوجيا الحديثة والمعلومات والاتصالات عز الدين الأمين نتائج المراجعة الحادية عشر التي قامت بها سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد حول نوعية الخدمات التي تقدمها شبكات الهواتف النقالة تم عرضها تحت أنظار وزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات وتمت عملية التدقيق هذه في الفترة من الثاني عشر من ديسمبر وحتى الرابع من أكتوبر للعام 2017 على نطاق 29 مدينة داخل البلاد وخلال فعاليات العرض قال المدير العام للسلطة بشر حجار سليم إن هذه العملية استهدفت تقييم نوعية خدمات شبكات الهاتف الجوال وتقييم نوعية خدمات البيانات على تحسين نوعية الخدمات لكل المواضنين وقد أظهرت نتائج تدقيق الذي أجري على مستوى خدمات الجيل الثاني والثالث داخل المباني وفي الهواء الطلق والمركبات لأن شركة ايرتيل لم تحترم 30 التزاما تضمنه جدل أعمالها للعام 2017 وشركة تيغو أخفقت في 26 التزاما بينما وصلت مخالفات شركة سلام إلى 29 ترأس أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي ومناسبة احتفال مجموعة الدول الخمس للساحل بهدف عرض إنجازات التي حققتها في مجال الأمن والتنمية في كل من دول الأعضاء بالمجموعة الساحلية أدم حنفي بعيدا عن نشاطتها الأمنية المعروفة فمجموعة الدول الساحل الخمس طرقت باب المدرسة الوطنية للإدارة إناء وذلك بهدف سرد إنجازاتها التنموية حول نجاح الخطط التي تسعى إليها دول الساحل الخمس وبعد أن قام أعضاء الدول الساحل لكل من اللجان الأمنية والتنموية بشرح العديد من الإنجازات التي حققتها تلك المجموعة الساحلية منها محاربة الإرهاب بشكل عام والبحث عن رفاهية المرأة ومحاربة الزواج المبكر وكذا محاربة الهجرة الغير شرعية إلا أنها اليوم ركزت تماما حول توعية طلاب المدرسة الوطنية للإدارة حول كيفية الحزام الناسف الذي يستعمله الإرهابيين في أبرز أعمالهم الغير إنسانية أحد القادة العسكريين العقيد فليكسي بي أكد في مداخلته بهذه المناسبة مشيرا إلى الدور الأمني الذي لعبته تشات في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي سينيابي برنباسا قدم شكره لرؤساء الدول الخمس على ما بزلوه من عمل إنساني وأمني حول تنمية البلدان وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وغيره وطالبا من أعضاء المجموعة الساحلية أن يستمر بهذا النمط الذي أثبت ضرورة كيان وجود المجموعة الساحلية في كل من مالي وبركينة ومريتانيا والنيجر وشات هذا ويشار إلى أن هذا الاحتفال يعد الأول من زنجة المجموعة الساحلية وسينظم بعد كل ثلاث سنوات مع عرض إنجازات مجموعة الدول الخمسة في تلك الفترة أمين الدولة في التعليم العالي دكتور حسين مسار قام بزيارة إلى جامعة أنجمينة بهدف تفقد أحوال الطلاب والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم حسن جدة والمزيد عن هذه الزيارة بحدث تفقد أحوال الطلاب والاستماع إلى مطالبهما أقبل إضراب الذي شل العملية التعليمية بجامعة أنجمينة جاءت زيارة أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين إلى كلية العلم التربوية بأرديب جمال وقد اتضح للوزيرة أثناء هذه الزيارة أن غالبية قاعات الدراسة تحتاج إلى صيانة كما هو في المشهد الذي يصف أهالة انضف إلى ذلك مسألة تعطل جل البعصات التي تنخل الطلاب من وإلى الجامعة طلاب تتمثل في البعص وتتمثل في بعض الفصول تنقص نقصان في الكانبات والصبرات الكلاسيكية أيضا نحن نطالب بصبرات لوحات أو صبرات حديثة وأيضا بالتالي أيضا مسألة الحمامات والمطائم وأيضا المنها المتأخذة عقب ذلك التقى الوزير مع كل من أعضاء المكتب الوطني للطلاب وأعضاء حيئة التدريس بهدف تناول أطراف الحديث معهم أهولى متطلباتهم والبحث أن الحلول العاجلة لها وعليه فقد لاحظ الوزير إلى المداخلات بعض أعضاء أهيئة التدريس وكذا ممثليات الطلاب العديد من المشاكل صراحة هذه المشاكل لنا كمسؤولين لابد أن نأتي ونرى بأعيننا ونستمع ونبحث عن حلول صحيح أن الدولة صراحة تواجه صعوبات ولكن هناك شركاء هناك كثير من الأصدقاء المانحين ممكن نطرح لهم مثل هذه القضايا ونعمل معهم شراكات من أجل إيجاد صيانة دائما لهذه جامعة أنجمينة جامعة كبيرة وعريقة وقديمة ولابد من هذه القضايا طبعا قضايا مهمة هذا وأن هذه الزيارة تعد الثانية من نوعها لأمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين لجامعة أنجمينة بعد انطلاقة العام الجامعي الحالي إلى أعمال الورشة القانونية المتعلقة بحقوق أطفال الشوارع وزوي الاحتياجات الخاصة بحضور كل من المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وبعض من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان بحر الدين عبد الشافي إن هذا البرنامج الاجتماعي الذي إقامت به مؤسسة الحب من أجل تدريب الأطفال المشردين وزوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للعمومات والطفولة وذلك بهدف دراسة البرنامج الاجتماعي والصحي والتعليمي لحماية الأطفال عبر قانون حماية الأطفال ودمجهم في المجتمع وتحسين ظروف حياتهم المدنية هذا وقد أبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومات والطفولة بكاري سقوبا عن رضاه التام بهذا البرنامج المتعلق بحقوق الأطفال عبر التضامن الاجتماعي كما أشار في كلمته المدير العام لهقوق الإنسان بوزارة العدل إلى أهمية الورشع الفنية حول هقوق الإنسان والتي تخص الأطفال المشردين وزوي الاحتياجات الخاصة ننوه بأن مثل هذه الورش والدورات الفنية التي تنظمها الحكومة حول الرعاية الاجتماعية وخاصة حول هقوق المرأة والطفل يزيل كثيرا من الإشكاليات والأوائق في وسط المجتمع نظمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد بالتنصيق مع المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤتمر النقاش حول مكافحة الشرائم إن التحديات الإلكترونية هي أحد أخطر التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه جميع الدول تحت شعار السلام والأمن في مواجهة التحديات والجرائم القارية جاء إنعقاد مؤتمرا نقاشيا من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد بالتعاون مع المدرسة الوطنية للتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات لإحياء شهر مكافحة الجرائم الدولية حيث أشارت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية سوات شيرازيتا ممثلة للسفيرة قالت إن مكافحة الجرائم الإلكترونية ضرورية وعلى الدول تحمل مسؤوليتها وحماية شبكاتها وضمان سلامة المعلومات والنظم الأمنية الوثائقية أما المؤتمر كونوجي جيلنغار هو الآخر قام بتوضح مراهل تطوير التكنولوجيا منذ عام 2096 موضها بأنه يجب على الحكومات تأمين الشبكات من أجل تفادي القرصنة والاختراقات في نهاية المؤتمر تداخل بعض الحضور بأسئلة عن مدى الأضرار الناجمة وكيفية الوقاية منها وقد لاقت إجابات كافية من قبل المؤتمر قدم الاتحاد الأوروبي دعما للشرطة الوطنية يتمثل في وسائل نقل الطلاب المدرسة الوطنية للشرطة لمركز تدريب المشترك بمدينة كوندل وذلك من أجل تسهيل عملية التنقل أثناء عمليات التدريب هارون أباد تعتبر المدرسة الوطنية للشرطة صرحا أكاديميا للتدريب وتأهيل الطلاب قيد الدراسة وأن عملية التدريب تتطلب إمكانات من أجل التسهيل الجيد لعمل المدرسة وفي هذا السياق قدم الاتحاد الأوروبي دعما إضافيا يتمثل في مد المدرسة الوطنية للشرطة ومركز التدريب المشترك بوسائل نقل وقد سبق تسليب الدعم حفلا حضره رئيس مركز إداري كوندل عمر إسحاق فوزاري وتحدث فيه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي الخاص لدعم ومساعدة مشروع الدعم والتدريب للأمن العام فنيا جاي ميشيل سيفاردي قائلا إن هذه المبادرة تجيء في إطار تنفيذ المعاهدة طويلة المدى التي لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بتنفيذها أمام الحكومة التشادية في ظل الشراكة القوية بين الاتحاد وشات أما ممثل مفاوضية الاتحاد الأوروبي لدى البلاد ويم سيرانكينش فقد أكد أن الاتحاد الأوروبي حريص على إصلاح وتعديل النظام الأمني في شات وذلك لتمكين الشرطة الوطنية التشادية حتى تحظى بثقة الشعب وذلك من خلال تخريج دفعات مؤهلة المدير العام النائب لشرطة الوطنية سيرانكي أوتوينغ فقد أشاد بدور الاتحاد الأوروبي وأكد أن هذه الباصات ستساعد في ترحيل ونقل الطلاب والعملين وطمأن الجهة الداعمة بأن إدارة المدرسة ستستخدم هذه الباصات بشكل جيد حسب الحوجة وبعد ذلك استلم مفاتيح الباصات رسميا وقد يتم استخدام هذه الباصات بشكل روتيني خاصة في عملات التدريب المشترك الذي يضم مختلف الوحدات النظامية بهدف وضع نظام أمني قوي قادر لردع الجرائم قبل وقوعها وضبط الملابسات إذا وقعت والسيطر عليها لعدم تفاقمها وإلى انطلاق أنشطة وفعاليات الأسبوع الوطني للغة العربية المنظم من قبل الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في شات أحمد خميس والمزيد من هذه الأنشطة إثراء لثقافة التلاميذ المتنوعة ووقوفا عن الحالة التي تعيشها اللغة العربية والناطقين بها جاء تنظيم حفل الإنطلاقة الرسمية التي شهدت العديد من المداخلات أولاها النشيد الوطني بالعربية والفرنسية مقدمة من فرقة التلاميذ النهضة بعد ذلك قدم رئيس جمعية السلام يعقوب كلمة رحب خلالها بالحضور تلا ذلك فقرات الأناشد والأشعار والمداخلات المتنوعة التي تمجد دور العربية وتاريخها المجيد في النهضة العلمية ممثل مدير مدرسة النهضة النموذجية حبيب أكد في كلمته أن المدرسة ستظل شريكاً أساسياً في تنفيذ أنشطته المختلفة ودع المدارس إلى ضرورة المشاركة حتى تعم الفائدة المرجوة لصالح التلاميذ ممثل الاتحاد رئيس اللجنة التحديرية العليا لهذا الأسبوع الدكتور قمر محمد قمر أشاد بجهود مدرسة النهضة والمؤسسات الأخرى لوقوفها الدائم مع الاتحاد في تنفيذ أنشطته مؤسسة النهضة النموذجية هي ضمن مؤسسات التعليم الثانية التي عودتنا لاستضافة هكذا أنشطة وهي ترافق الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في كل عام احتفاءاً واحتفالاً باليوم العالمي للغة العربية دورة 17 وانفي خطمت الأنشطة الثقافية الصباحية لبدء الأسبوع الوطني للغة العربية بتقديم مسرحية من قبل فرقة المدرسة والتي تحكي عن الجور والظلم والانتهاكات التي قام بها المستعمر في غضون وصوله إلى الأراضي التادية